وبعده محصول يوم بين الحزب وبين طيال الوطن الحر لقاله مبارا جبران باسيل هو مكان بلش نسمع فيه قبل بيومين ثلاثة يون ما إذا بدك بالكواليس السياسية وبالمصادر القريبة من الطيار والحزب والآخرية أنه جبران باسيل فتح باب للتفاوض ليعبر عنه بشكل واضح لمركزية الإدارية والمالية الموسعة وموضوع الصندوق السيادة وموضوع نظام إصلاحات الدولة طيب فإذا هو بلش فتح الرد إذا بدك على أونو بيقوله بالمزاد فتح هذا الصقف وبلش الحوار من هون الإيجابي بالموضوع أنه طلع علن قال بدك الثمن هلأه يسمى ثمن وطني بس بالآخر أرش ماذا يريد قبل كان عم بيرفض عم بيحكي بمبادئ مبادئ عام والآخرية هلأ لأ سرعا بيقول هذا مقابل ذاك بس تقريشة كثير غالية يعني كثير غالية قصة أنه هل يقبل الثناء الشيعي بالنمركزية الإدارية والمالية الموسعة يقبل الثناء على الأكيد هذا ليس رأيي كل ما هو تحت سقف الطائف إصلاح ضمن الطائف الثناء يقبل فيه يعني إدارية لا مالية اللامركزية المالية خارج اتفاق الطائف وهي تغيير بأصل النظام هي تغيير ضرب للطائف للصيغة بالأساس هي فيدرالية مقنعة لا الثناء سيقبل فيها حتما ومرة من سنة ونصف ممكن نحكينا بالنوضوع حتما الثناء ما بيقبل بالنمركزية المالية وحتما المملكة العربية السعودية ما بتقبل ما هي السعودية ما قبلت أصلا كلمة حوار أحسن ما يوصل على بعض التغييرات كيف بنروح على تغيير جوهري وجاثري بالطائف اللامركزية الإدارية منصوص عليها الطائف ما يفتح بالأي من ضمن الإصلاحات اللامركزية الإدارية إذا كان جبران بسيل يريد سلم لينزل عن الصقف الذي رفعه من 9 شهور لليوم وبيعتبر أن هذا يرضي جمهوره وبيعتبر أنه ما تراجع وحقق مكاسب ما بالأساس أيضا الثنائي وعلى رأسه الرئيس نبي برنين ما قد يصر له بيقول نعمل استكمال آخر لقاء مع نقابة المحررين لما سوئل عن النظام قال لشنحة طبقنا النظام ما طوع نطبقنا الطائف لحاله يتغير النظام استكمال تطبيق بنور الطائف واحد منه اللامركزية الإدارية فإذا هذا حتما يقمر موضوع لقى صندوق السيادي أو سمى الصندوق الاقتماني بدنا نشوف شو يعني هذا بعدين مين بدنا يعني هو بده يقلو يعني للتياروطن الحر مثلا ولا مين للمسيحيين للمواهرنا يعني هو بدي يحدد كمان هذا هلأ بالنقاش بينه بين الحزب ويقال حسن حسن إنه بقدم ورقة مكتوبة نعم اللي بيعرفوا أنا لليوم إنه الحزب أكيد بعضا ما وصلوا لأكيد فيه تقدم وعن بلك هتقدم بحد ذاته إنه على الأقل صار فيه واضح أنا بدي هاي مقابل هاي نعم هلأ كيف تتقرش هايدي كيف تتقرش بالفصيلات لا بس الورقة المكتوبة كمان تفصيلة فيها زحتة يعني إنه لما يقلك إنه نحنا منحط إسمان من ضمنه نسليمان فرنجية طب لما نتوصل بالأخير لأنه هناك فيه إسم تاني يعترف به حزب الله ضمن الورقة اللي بينه بين التيار الوطن الحر سليمان فرنجية ما قدر يحصل على الغطاء المسيحي اللي هني بيقولوه ما بين تيار وقوات يمكن المرشح التاني اللي بيكون على الورقة يحظى على قليلة على قبول التيار ما هايدي زحتة حدتك فيك تسأليني اللي بدك إياه فيه إجاب اللي بده إياه هو كتب اللي بده إياه هو من ضمن اللي كتب حسب جارة الأخبار كتب هذا المكتوب صح نعم وقدمو للحزب حلق الحزب وافق ما بيقولو بعد ما بالجريد عمقولو أخده وعم يدرسه طيب بس ما برح قالكن وإلا افشلوا لوحدكن يعني يا بتقبلو يا افشلوا لوحدكن ما فيه خيار تالت فيه ورقة قدمة للنقاش للحوار شاك للتفاوض بالآخر ما واحد شو بيقولك يدي أمضع لها وامشيها بطل حوار بطل حوار هو الحزب ولا الحزب بيقبلوا يتعطوا عنهاك يعني وكلنا بنعرف هالموضوع فيه برجع بقور حط عنوانين رئيسيين موضوع اللامركزية الموسعة بغض النظر عم بلك مالية ساقطة من الأساس وموضوع الصندوق الاقتمالي هاوضي عنوانين كبار تحت منهم فيه تفصيلات هالتفصيلات هي للنقاش عندما تنضج هذه الورقة حتماً حزب الله بدي يروع عند الرئيس برلي بدي يقول له نحن وجبران بسير إذا اتفقوا هنويا على صيغة بدي يقول له اتفقنا على هذه الصيغة من الرئيس برلي كمان عنده رأيه بدي يقرأ هذه الصيغة إذا كانت مناسبة وإذا كانت ضمن أكيد بالتنصيق من حزب الله وإن ما أوف واحد به الموضوع اللي له علاقة بالنظام بيمشوا أما حضرتك كمان ما هو شروطه متناقضة ما هو عم بيقول أنا بدي هول عنوانين ومنه مشكل بيبقى اسم الرئيس وليش بدي يفرض سنتين حد اسم فرنجية إذا هك يعني هو بده العنوانين وبده اسم حد فرنجية ببطل منطقة اللي عم بيقوله طيب بس هو كمان برحلنا نقلكم أي عناد يقابل بعناد آخر من جهتنا وإصرار على جهاد أزعور بعده عم يلعب ورقة جهاد أزعور بديش أحكي كثير حليفكم حليف حليفكم أنا ما خاصنا عم بيقلك حكي أنا ما خاصنا أنا بيلي علاقة اللي عم بيقوله هو التناقض اللي عم بيحكي شو قال أنه هاودي العنوانين وما بدت الموضوع اسم الرئيس خدوا الرئيس كيف عم بيقول خدوا الرئيس وبدوا اسم حد فرنجية هاودي ما قالوا على المنبر هاودي شفناهم بجريت الأخبار نعم بجريت الأخبار خلينا نروح على الخطاب لما قول هادي العناد مقابلوا عناد وكذا بالآخر جبران بس يلي عنده جمهور وعنده بيئة حاضنة وعنده شباب متحمس ومنشوفهم على السوشال ميديا ويتفاعلوا معه ورفع السقف عاليا بالمرحلة السابقة وستطاع شد عصب بمرحلة ما وكأنه وقف هو يعني الصورة اللي حاول يقدمها أنه كل ما يمتلك في حزب الله من قوة ومن مهابة ومن الواقع السياسي الداخلي والخارجي والإقليمي والآخرية أنا هينا عم بقول له لا عكس ما كان يقال على مدى 17 سنة أنه هو أسير حزب الله وهو اللي بده يشكل الخطاب الآخر موجه له عمل خطاب معاكس فهذا الخطاب الشعبوي اللي عمله وشيخ نعيم آسم حكش ما بحب إذا بعد الخطاب أو قبل هذه الشعبوية أوكي بتمروا قداما الاستحقاقات الكبرى بل القوة السياسية بتقدر لبعضها أنه هو بحاجة إلى شد العصب بحاجة أنه يكون عنده تعليت الصوت بهذه الطريقة ورقة جهاد أزعور طويت هنو خارجين نواب من 14 حزيرة ب14 حزيرة من هذه الجلسة ما هو قال هيك بمقابلات أخرى على التلفزيون مش أنا قلت فيقوله لجمهوره بس ما فيقوله لكل الناس ما هو بمجالسه الخاصة والعامة بأكثر من مقابلة على التلفزيون على الجديد وغير الجديد قالوا أنه كان لمره واحدة وقال هات تقاطع هدفه قطع الطريق على السبابة فرنجية تبغير رأيه وقال أنه ترشيح أزعور فشل بتحقيق هدفه اللي هو قطع الطريق على السبابة فرنجية والدليل أن الثنائية صار أكثر تمسكا بفرنجية طيب